موسيقى قالت سابقا أنها ستخل بالاتفاق النووي إن لم يلتزم الشركاء الأوروبيون بالتزاماتهم وهددت برفع نسبة تخصيب اليورانيوم وفعلت وهددت بزيادة المغزون من الماء الثقيل وعلى ما يبدو فإن إيران ماضية في تنفيذ هذا التهديد أيضا ردا على انسحاب ترامب من الاتفاق المبرم عام 2015 طهران أعلنت على لسان رئيس منظمتها للطاقة الذرية علي أكبر صالح أنها ستبدأ بإنشاء محطة نووية ثانية في بوشهر في غضون أسبوعين على أن ينتهي العمل بها خلال ست سنوات المحطة الثانية وبحسب صالح ستكون مفاعل آراء كل الماء الثقيل على أن يعاد هيكلة تصميمه من جديد بالتعاون مع بريطانيا والصين حسب ما نص عليه الاتفاق النووي مفاعل آراك المفاعل الذي تخشاه الدول الأوروبية لإمكانية إنتاجه مواد تستخدم في صناعة القنابل النووية كانت إيران قد وافقت بموجب الاتفاق على نزع قلبه إلى أجزاء للحيلولة دون إنتاج البلوتونيوم لكنها تراجعت وقالت أن فتحات قلب المفاعل ستسد بالإسمنت وتريد الاحتفاظ به رمزا للصناعة النووية الإيرانية وطيلة السنوات الماضية كانت إيران تصر على أن المفاعل بين إيران وأطراف الاتفاق العالمين يرئبون من المعرفة المصطورة